خلال السنوات الماضية شهدت محافظة شمال سيناء طفرة تنموية في كافة المجالات حولت حياة المواطنين المقيمين فيها إلى وقع أفضل من الشيخ زويد إلى رفح شهدت محافظة شمال سيناء انفراجة اقتصادية واجتماعية كبيرة بسمة تحمل في طياطها سنين من تقلبات الألم والحزن والفرحة والبهجة الحجة محمدة التي عاشت لمدة ثلاثين عاماً بشمال سيناء كانت شهدة فيها على تحولات مدينة الشيخ زويد من أحلك الأوقات وأصعبها إلى أوضاع جديدة ويسيرة الدنيا جومة بس ربنا الحمد لله الحمد لله الدنيا كده عدد كويسة والناس اللي هنا كويسية حصل على جد ما حصل ما سبناش المكان نقولنا زي من إحنا زي الناس اللي هنا ما إحنا مش أحسن منهم زي إحنا زيهم لو موتنا ما منبوت سوا ولو عشنا نعيس سوا أولادي بحبوا هنا وجاعدين هنا ويقولوا ما إحنا شتيبين هنا لا دلوقت الدنيا حلوت الدنيا حلوت الحمد لله شعب مصر بخير والعرب إن هنا ناس طيبين وبخير والحمد لله أنا بتمنى للأطفال دي أن يعيشوا عيشة حلوة وسعيدة ويعيشوا في فرخاء ومن سوق الشيخ زويد لم تتوقف القصة عند الحجة محمدة فقط بل تنوعت في فصولها التحكي عن اختلاف الأوضاع بألسنة من عايشوها دلوقت الدنيا حلوة عن الأول كتير الحمد لله تحسنت دلوقت نشكر القوات المسلحة على مجهودها والحمد لله دلوقت الدنيا مية مية كل حاجة دلوقت متوفرة والحمد لله الناس في أمن وأمان تخرج من أي ساعة بالليل بالنهار ما فيش أي أدنى صعوبة على المواطنين بجد ربنا قواتنا مسلحة الحمد لله مكرم ربنا يعني كل يوم على التاني كل أسبوع على التاني بتتعدل أكتر وأكتر يعني يعني كان الأول ما فيش منتقاتي كان في الجو صعب عندنا شوية هنا والحمد لله دلوقتي زي ما انت شايف السوق دلوقتي المنتقات زي ما انت شايف والناس رجعت لأرضيها ورجعت لمكانها أرض الفيروزي عادت لتزدهر مرة أخرى بأهلها وناسها وأسواقها وحياتها التي عادت إلى طبيعتها واستنفراجات أمنية واقتصادية واجتماعية طالت القرى والمدن ومن الشيخ زويد إلى لؤلؤات الشرق أو مدينة رفح الجديدة بساعة 626 عمارة سكنية والتي تستعد لاستقبال الأهالي بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة لقرب الانتهاء من الأعمال الخدمية بها تم إنشاء سوق تجاري تم إنشاء سنترال نقطة إسعاف نقطة شرطة مساجد مدارس 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 تشمل حضانة رياض أطفال وابتدائي وإعدادي الدنيا اختلفت جامد بصراحة الأول كان فيه الدنيا ما كانتش تمام ما كانش فيه أمان دلوقتي الدنيا بقت أمان أمان مية في المية أعتبر كأمن وأمان إحنا كنا فين ودلوقتي بقنا يعني الحمد لله حاجة كبيرة أو الأمن والأمان إحنا شغالين هنا من 2018 كان فيه في الأول مشاكل كان فيه صعوبات بس دلوقتي الحمد لله الدنيا فكت زي ما حضرتك شايف ووصل الموقع ما قبلتش مشاكل الطريق فتح الحمد لله وكانت الأعمال بمدينة رفح الجديدة قد وفرت العديد من فرص العمل لقاطن المنطقة واستحالة من الأمن والأمان بعد أن طهرت القوات المسلحة المصرية الأرض من الإرهاب وأعماله كاريم بيبرس التلفزيون المصري